السلام عليكم مرحبا بكم في قناة اسما شانيل اليوم سوف نحضر الحامض مصير سوف نحضر الحامض مصير و قلت لها تصوروا لي سوف نحضر الحامض مصير نحضر الحامض قمت باكية و نصف الملح نحضر الحامض حمض مصير من الأحسن في البلد حمض مصير حمض يجعله باين عزل من هذا الحمض عزلات منه المركز العاصر المركز يجعل الحمض مقابل المركز 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 يجعله مصير نضيف الماء ثم نضيف الماء نستطيع التفايير في الوقت نستطيع التفايير في الحامض نستطيع التفايير في حامض يمكنك أن نصوره ونصوره 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 ونأخذ برماء يستمر بحركة الحمض كامل سوف نرى تقوم بحركة الحمض و تقوم بحركة الحمض ونضع الماء ونضع البرمات لتبرد يعني زيادة ونضع الماء ونضع الماء في القريعة ونضع الماء ونضع الماء نضيف الزيت 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 البلدية نصيب غير الزيت الزيت ب bis 2 تجردنا عن فاواتف لكي تزمته يعني وخلق العراكة تسد عندك تسد مزيد ولكن كتزمته بدك الفيلم أليمانتر غدي تزير عليه بالفيلم أليمانتر وغدي تسد عليه صافي من بعد كتخليه كتخشيه في البلاكر يعني ما يكونش ضرب فيده كتخشيه في البلاكر اللي تحته كتتسد عليه ومتخليه يوم تمه تاكي يوجده على خطر خطرهم على حسب الموت دوش في الصيف ولا في البرد المهم هنا خلاته تاكي تشتدو كل حامض لا يبقى نزيل تحت راكي يطلع للفوق كما تشوفو هنا من بعد ما وجد ها هو كتشوفو الحامض راها الفوق و تحتراها الماء صافي غدي تحل ونوريكم الشكل النهائي وكما اقول لكم هذا حامض مصير بالطريقة دياني كل واحده طريقته وكل واحد كيف يبغيه يوصل لذيك الطريقة ديالتصيار دياله وفين يوصل حنا هكا نبغيه يعني كيبقى بحال هكا كيكون نرتبره مصير يعني ماشي بقي خضر مصير غزال كيكون ممكن خليوشي ولي يتصير تكي ولي اذا كل لون قهوي هكا جاري لكيبقى شوية باين وعاطي المنظر المهمة ديالتطريقة دياله الحامض مصير وكما قلت لكم سمحولي على طريقة تصوير او الا الى فيديو جديد ان شاء الله ما تنسوش لي مازال مدار لي اابوني يدير لي واحد الابوني فعل جرس يدير واحد جيم ويدير لنا شي تعليق وخليتكم على خير